السلام عليكم والدتي عندها فلوس وبتطلع عليها زكاة ينفع ناخد منهم يعني تصرف علينا من فلوس الزكاة واحنا ايتام السؤال ده سؤال مهم احنا عندنا الزكاة لا تصرف الى الفروع والاصول وخاصة من تجب عليه نفقته يعني من تجب عليه نفقته اذا افتقر ما بينفعش ان احنا نخرج الزكاة لي لان انا اذا خرجت الزكاة لي يمكن اني بخرج الزكاة لي انا ولذلك ما ينفعش ان احنا ناخد الزكاة من مصرف الفقراء والمساكين لكن في حل تاني اذا كنت انا غارم اذا كنت انا غارم يعني علي ديون هل يجوز ان ابويا يسد ديوني من سهم الغارمين اه ده سهم الغارمين ده حاجة تانية ممكن والدي يجهزني اذا كنت انا في الجندية مع الدولة اه يمكن انه ما يحصل ده لكن اذا كان ده يعني في سهم الغارمين او في سهم اي سهم تغير في القراءة والمساكين يجوز ان انا اصرف يوم بنعمل بفاتوة السادة المالكية لكن اساسا لا يجوز صرف صرف الزكاة الى الاب والام ولا الى الابناء البنت والابن ليه طيب لان هم اذا افتقروا انا علي ان انا انفق عليهم فعشان كده منفعش ان انا اعطيه من الزكاة لان انا كأني اعطيت الزكاة للنفسي والزكاة لازم تخرج من ملكي هكذا قال الفقاء لان في قولي تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين يعني ان الصدقة تروح للفقراء فتخرج من ملكي فانا لو اديتها لابني اديتها لبنت اديتها في الحالة بتاعتنا دي يبقى كاني ابني وابنتي الفقراء دول ما هم ويجب علينا فقتهم طبعا انا اذا اتنتهم من الزكاة بتاعتي كاني ما فيش بقى انما الصدقاته للفقراء كاني ما خرجتش للفقراء ان انا كاني اعطيت الزكاة دي للنفسي يبقى ما ينفعش ان انا اعطي الزكاة دي من نفسي ولكن يجوز ان والدتي تدينا من الصدقات يعني الفلوس الفلوس الصدقة تديها لنا وساعتها ثواب ده ثواب الصدقة وايه وكمان اقرب